التغير المناخي التصحر ارتفاع درجات الحرارة تجاوزات تركيا وايران على حقوق العراق المائية اسباب عرفها العراق الرسمي والشعبي لكنها لم تنتهي الى حلول جذرية تنقذ البلاد من ازمة جفافه التي شردت الملايين على مدار سنوات طويلة وضربت انتاجه الزراعي والحيواني على حد سواء وفوق هذا كله يكشف تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن كارثة تعمق ازمة الجفاف وتهدر مياه البلاد باستغلال مقنع تحت عنوان استخراج النفط خلال محاولة تحقيق اعلى الارباح واستغلال ارتفاع اسعار النفط بعد الغزو الروسي لاوكرانيا تقول الصحيفة انه مقابل كل برميل من النفط يتم ضخما يصل الى ثلاثة برميل من المياه في باطن الارض حيث وثق تحقيق الصحيفة تحليل صور الاقمار الصناعية كيف اقدمت شركة اني الايطالية على بناء سد صغير خلال العام الماضي لتحويل المياه من قناة البصرة الى محطات معالجة مياه تابعة لها وعلى الرغم من نفي الشركة الايطالية الا ان الجارديان اكدت بحسب صور الاقمار الصناعية ان المياه في تلك القنوات المائية تستخدم من قبل محطة معالجة عامة توفر 35% من المياه التي تستخدمها الاسر في البصرة خبراء اكدوا للصحيفة ان شركات النفط الاجنبية لا تفعل شيئا للحد من تأثيرها البيئي فتلويث البيئة يعد الخيار الارخص لها كما وثقت شركة متخصصة في مراقبة الانتاج النفطي ان حجم الحقن المطلوب للمياه في المناطق التي تعاني من الشح المائي تتسبب بمشاكل خطيرة وتقول الصحيفة انه في العراق استمرت المناقشات حول انشاء مشروع للاستفادة من مياه البحر لاكثر من عقد ولكن لم يتم فعل اي شيء حتى الان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة